ايه الاسباب اللي خلت الاسعار ترتفع جاشع التجار لا انقفاض الانتاج برضو لا طب ايه اللي حصل الخبراء قالوا انه فيه مجموعة من الاسباب في هذا الاطار قالوا اولا انه الصين نفسه مفتوحة قوي للفول الصوية وزيت الصوية والحبوب يبقى الاستهلاك او فتح الشهية الصينية مفتوحة للحبوب وزيت الصوية فاستهلكوا جزء كبير جدا من انتاج العالم في الزيوت والصوية زي ما يقول المحللين طيب السبب التاني هو ان البرازيل تعرضت لعملية اكبر عملية او اخطر عملية جفاف نتج عنها سوق الزراعة ومن ثم قلة الانتاج والحرائق اللي تمت في غابات الامازون في البرازيل كل هذا ادى الى انخفاض الانتاجية والانتاج البرازيلي هو اكبر انتاج في العالم فول الصوية بينافس الانتاج الامريكي من ثم انخفرت كميات المنتجات من السلع الغذائية وفول الصوية والحبوب مع زيادة الاستهلاك الصيني زي ما بيقول التقريب مش انا اللي بقول مع ارتباك دائرة او دوائر الشح وسلاسل الامداد نتيجة ازمة كورونا وتداعيتها وكذلك انخفاض اسعار البترول كل هذا ادى الى ارتباك المشهد مما ادى الى ارتفاع الاسعار بنسبة وصلت النهاردة الى 40% خلال فترة ربما غير مسبوقة منذ عشرة سنوات يبقى عندنا زي ما بيقولوا الخبراء الاسباب الرئيسية زي ما بيقول المحللين بالنص انا بقول لكم بالنص كلام مترجم بالنص شهية الصين المتزايدة للحبوب وفول الصوية بتزيد من الضغط التصاعد على الاسعار طلب كتير والصين ما شاء الله الى جانب الجفاف الشديد في البرازيل وتزايد الطلب على الزيت النباتي للديزل الحاوي بيستخدموا كمان الحبوب والزيت النباتي كوقوت حاوي بايو ديزل ده برضو بيخلي استهلاك الزيوت الغزائية في غير موضعها بيستخدمها في الطاقة ومحركات الطائرات والوقود الحاوي الجديد وسوء الأحوال الجوية في البرازيل زي ما قلت لحضراتكم وهي مصدر كبير للذرة وفول الصوية والطلب المتزايد على زيت فول الصوية للديزل الحاوي أدى الى ارتفاع الاسعار طبعا المحلل الاقتصادية كارولين باين من شركة كابيتل ايكونوميكس بتقول انبارح ان الارتفاع في تكليفة النقل مع الزيادات في اسعار النفط واختناقات الشحن وخلل سلاسل امداد هناك الكتير من ضغوط الاسعار التصعودية في النظام المالي متوسط مؤشر منظمة الاغذية والزراعة على اسعار الغذاء 127 نقطة في مايو ايار 2021 بزيادة قدرها 5.8 نقطة يعني 14% عن مستوى في ابريل نسان و36 نقطة اللي هي 39% عن مستوى في الفترة نفسها من العام السابق الزيادة المسجلة خلال شهر مايو اكبر زيادة من شهر الى اخر منذ اكتوبر 2010 ده مين اللي بيقول هذا كلام مؤشر منظمة الاغذية والزراعة مش مجلة اقتصادية ومش حد بيقول ده منظمة الاغذية والزراعة بتقول شكلت الارتفاعات في الشهر التاني 10 على التوالي في قيمة المؤشر اللي بلغ اعلى مستوى له منذ ايلول 2011 والذي بقي اقل بنسبة 7.6% مش عايز اقول كلام اقتصادي وارقام كتير بس بقولنا حضراتكم انه الاسعار وصلت الى نسبة 40% وهذا بيمتل انتكاسة لاستقرار المتوقع والقضاء على هذه القبضة التدخمية الموجودة في الاقتصاد متوسط مؤشر منظمة الاغذية والزراعة على اسعار منتجات الالبان برضو ارتفع بنسبة 1.7 نقطة مقارنة بالشهر الماضي اللي هي تديني حوالي 28% ومتوسط منظمة الاغذية والزراعة على اسعار السكر بنفس القصة زاد 6.8 من 10% وده زي ما قلنا باسباب ما جرى في البرازيل اكبر مصدر للسكر في العالم ده ادى الى الظروف السعرية المرتفعة طبعا شركات اللحوم قالت نفس الكلام ان عندهم ارتفاع في الاسعار نتيجة برضو المرعى وخلافه ادى الى 12% ارتفاع في اسعار اللحوم